شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسمة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة في تنفيذ وإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بمضمار الهيجن بمدينة شرم الشيخ وعقب التوقيع أكد رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في دفع عجلة التنمية في منطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة وبمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة وذلك من منطلق أن المدينة تحظى بمقاومات سياحية متميزة وتعد من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية في مختلف المجالات